الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجوز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان جاء ذلك خلال تفقده سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شنزو أبي بمنطقة التجمع الخامس كما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد أعمال تطوير طريق الأوتوسترات بداية من أسفل كبري مطار القاهرة حتى كبري المشير أبو غزالة للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كبري المطار وحتى كبري الصعقة وذلك بوقع سبع حارات مرورية لكل اتجاه أعربت مصر عن صادق تعازيها وخالص موساتها لجمهورية السودان الشقيقة في حادث استحطم طائرة مروحية تابعة لقوات المسلحة السودانية بقرية جنوب العاصمة الخرطومة وأكدت وزارة الخارجية تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا مع سودان في هذا الحادث الأليم قالت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم إن مكتبات مصر العامة أحد أذرع المعرفة والوعي المواطن في مختلف المحافظات وتلعب دورا هاما في خلق جيل جديد مستنير جاء ذلك خلال تفقدها مكتبة مصر العامة بمحافظة الأخصر حيث طلعت على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للأطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية الذي يرصد تاريخ مصر الفرعونية ووجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتي من شأنها المساهمة في تطوير الوعي وتنمية الإدراك أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 532 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245.325 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 433 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 11 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 292.018 من ضمنها 245.325 حالة تم شفاءها و16.847 حالة وفاة كلف العاهل المغربية محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش كلفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة ويأتي تعيين أخنوش عقب فوز الحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه بالأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات التشجيعية حيث حصل الحزب على 97 مقعدا أكد الرئيس التونسي قاس سعيد أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب وأنه لا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية وذكرت الرئاسة التونسية أن تصريحات سعيد جاءت خلال لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية حيث شدد سعيد أن سيادة الدولة التونسية لم تطرح في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت أكد الاتحاد الأوروبي أن هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة شكلت تحولا جزريا في التاريخ الحديث البشرية وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بورل إن الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة الذي وقع في 11 سبتمبر عام 2001 وأصفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين غير بشكل جزري جدول الأعمال السياسية العالمية ما دفع حلف شمال الأطلنطية الناتو لأول مرة على الإطلاق إلى الاستنادة للمادة الخامسة التي سمحت لأعضائه بالرد دفاعا عن النفس كشف برنامج الغذاء العالمي أن نحو 93% من الأسر الإفغانية لا تستهلك ما يكفيها من الغذاء استنادا إلى استطلاعات رأي عشوائية أجريت في الفترة من 21 من أغسطس إلى الخامس من سبتمبر الجاري وذلك في جميع مقاطعات أفغانستان وقالت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي أنثيا ويب إن إنعدام الأمن الغذائي كان منتشرا بالفعل قبل الخامس عشر من أغسطس الماضي وشيرة إلى أن ثلاثة من كل أربع عائلات تعمل بالفعل على تقليل أحجام الحصص أو اقتراض الطعام ختم ومجز الثامنة فاصل ورود لحضرتكم لاستكمال باقي في قرارات صباح الخيري ومصر ترجمة نانسي قنقر